السلام عليكم اليوم ناخذ محاضرة لقواعد اللواء العربية لصف الرابع الابتدائي وصلنا فيما سبق الموضوع استعمال الفعل الأمر مع الضمائر أخذنا استعمال الفعل الماضي مع الضواير وأخذنا استعمال الفعل المضارع مع الضمائر وأخذنا حلنا التدريبات السابقة إذا تذكرون فيما سبق آخر الموضوع كان عدنا استعمال الفعل المضارع مع الضمائر كان اللي هو بين قوسين ضمير الغائب المتكون من هو وهي وهم وهنا وهما اليوم احنا اخذ فعل الامر فعل الامر طبعا مثل ما سبق اخذنا انه اي احد اعلى من الشخص الموجود انه يصدر لك اوامر كان والدك او امك او والدتك او معلمتك او مديرتك يصدر لك امر بفعل هذا الشيء مثل ادرس اكتب اقرأ وغيرها من الافعال فاللي هيدل على انه هذا فعل امر خذناه فيما سبق هو ما يدل على انه طلب امر طلب امر اذا نسترجع فيما سبق كان في بداية السنة اخذنا الفعل اذا تتذكرون نحوك الكلمة تدل على حصول العمل في زمن معي مثل دافعة يقرأ قل دافعة هي للزمن الماضي ويقرأ هي للزمن المضارع وقل يعني من اسمه هي واحد تكون لفعل الامر يعني اصدار امر واح نبدي بتدريب الاول اقم واحد يقول اطلب الى صديقك ان يدرس يعني انت قول له انه يدرس فاعطانا اول جملة محلولة يا صديقي ادرس اشقل له يا صديقي ادرس اطلب الى سميرة ان تفتح النافذة اطلب يعني هوني اطلب منك يعني اقول بصير سؤال مثل ما ادخلك اطلب من زميلك انه يعطيك او المساحة او انه اتقلوا يدرس وهكذا فهوني عندنا يا سميرة تفتح وحصير يا سميرة افتحي افتحي نافذة الغرفة ثلاثة اطلب الى مازن ومحمد ان يلعبا معك بالكرة يا مازن ومحمد ومحمد العباء معي بالكرة العباء العباء معي بالكرة بس حول الفعل الى سعة امر اطلب الى الاولاد ان يحترموا منهم اكبر منهم اكبر سنة منهم يا اولاد احترموا بما انه هي يعني جماعة احترموا يا اولاد احترموا اطلب الى الطالبات ان يكتبنا الدرس اكتبنا يا طالبات اكتبنا 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 الدرس يا طالبات اكتبنا الدرس بس هتغير انه الشيل مثلا اول حرف يا مثلا او هن يهم نفس الشي عدنا يا ممكن احاوله الى اكتبنا بزياد امر انه هتبدي باول حرف اللي هو الالف وحنحل تدريب الثاني وما بعد ان شاء الله في المحاضرة اللي تجي ان شاء الله وحننكمل تدريبين او ثلاثة تدريبات حتى يتسنى لكم ان تكتبون هاي التدريبات على الدفاتر وما على الحل لكن من ما يلي متبعنا المثال الاول المثال عندنا الذهاب كلمة عادية الذهاب وحاملة بصيغة امر مثلا ذهبة اذا احنا نرجع الى افعانها ذهبة هذا صيغة فعل ماضي اشوق الذهبة قبل ساعة قبل سنة قبل اعوام هذه صيغة ماضي يذهب او تذهب هذه صيغة فعل مضارع اذا وححول انا مثلا كلمة الذهاب وححول الى امر وحقول الصديقي اذهب اذهب واجلب تلك الملحات وغيرها من الجملة اللي عندنا الجملة اللي عندنا هنا الذهاب اذهب الى الحفلة اذهب يعني انت اذهب الى الحفلة زين عندنا كلمة القراءة اشوه هقول قرأة فعل ماضي يقرأ مضارع اقرأ اقرأ درسك جيدا اعملها بصيغة امر التعلم التعلم تعلم عندنا تعلم فرعه رياضة السباح علم يعلم تعلم رياضة السباح القطف اق 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 طف اق طف ثمار التفاح ايوه الفلح وانها سيعة امر الكتابة كتبة يكتب اكتب 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 درسك نهضة ينهض انهض انهض مبكرا هاي الكلمات ممكن اذا شوية نخربط بين افعال الامر ممكن نرجعها الى مثلا الى فعل الماضي وبعدين مضارع وبعدين اعملها على هيئة فعل امر اذهب اقرأ درسك تعلم رياضة السباحة اقطف ثمار التفاح الفلاح اكتب درسك وانهاض مبكرا لحد هون محاضرتنا واحتقاف لانه قريد منكم تكتبون تدريب الاول تدريب الثاني على الدفاتر ومع الحل وان شاء الله في المحاضرة اللي بعدها وحناخد تدريب الثالث والرابع والخامس والمحاضرة اللي بعدها وحنكمل شوية عندنا هوني التدريب تقريبا تزع تدريبات لهذا الموضوع اتمنى ان استفاديتوا من الموضوع وانتقرونوا هو ما بينه شيء بس انه الفعل كان ماضي ومضارع وحاولوا الى امر صيعة امر مع الضمائر وشكرا لكم اشتركوا في القناة